تحت عنوان لست وحيداً أقيمت مبادرة أهلية ومجتمعية في مدينة السلامية بتوزيع مواد غذائية وملابس للأطفال الأيتام والذين لا معين لهم مستهدفة أكثر من 600 طفل وذلك من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوههم نحن اخترنا فترة العيد لكي نأمن لأكثر من 650 طفل ألبسة كاملة مع الأحزاء طبعاً هذه الحملة بديت معنا بجائحة الكورونا قمنا بتوزيع السلة الغذائية على الأسر المحتاجة في الأحياء المتطرفة من مدينة السلامية كما قمنا بتوزيع وجبات على الجهات المختصة من قبيل الشكر لجهودهم المبزولة بهذه الفترة طبعاً وهذه الحملة ما رح تتوقف هنا رح يكون إلى استمرارية بالمستقبل بالسلة الغذائية وغيرها من النشاطات نحن ضمن هذه الحملة اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية اللي عم تتخذ بشكل عام الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا خصوصاً طبعاً أنه الفئة المستهدفة هي فئة الأطفال الأيتام وممن فقدوا آباهم خلال الحرب السورية ونحن بطبيعة الحال طبعاً خوفاً على صحتين وحرصاً على هذه على سلامتين طبعاً كان فيه إجراءات تعقييم ولبس كفوف وكمامات طبعاً ضمن أوقات توزيع الألبس والأحذية للأطفال طبعاً نحن هذا العمل عم نقوم فيه بالتنسيق مع بصمة شباب سوريا والهدف طبعاً هو زرع الابتسامي على وجه الطفل بدنا نرسم البسمة على وجه الأطفال الأيتام يليمانه المعيد الحمد لله اليوم عم نقوم بدور التنظيم ودور الوقاية من أعراض الكورونا ومن مرض كورونا بالحملة الجائحة كورونا لم تخفى عن المبادرين حيث قاموا بالتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتصدي لفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الفريق الطبي وذلك لنشر الحب وتقديم المساعدة للأطفال الأيتام بكامل الصحة وترميم ما أخذته منهم الحياة ترجمة نانسي قنقر